وخلال الاجتماع أوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم أنها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي طرحت استمارة للتسجيل مؤحدة للطلاب الدارسين في أوكرينيا لبحث ودراسة مطالبهم وتشمل الاستمارة التفاصيل الخاصة بالطلاب وقد أكدت الوزيرة أنه على جميع الدارسين في أوكرينيا الراغبين في التحويل للجامعة المصرية سرعة استفاءها والاهتمام بدقة البيانات المقدمة وبالفعل سجل البيانات أكثر من ألفي طالب وتمت موافاة وزارة التعليم العالي بكل البيانات ويتم التنصيق مع وزير التعليم العالي في هذا الشأ